زيكم الشاباب عملينا رب يكونوا بخير طبعا عارفين ان ساحة التنين قربت وفيه ناس بتحب تتقلق في ساحة التنين وانا كنت منهم وما زلت بنتظر ساحة التنين عشان اخد فكرة عن العجايب ومنه استفيد ومنه اجرب حاجات جديدة تشكيلات ما ينفعش اجربها على الارض الواقع عشان يعني مزدن بالتحالف بتاعي ان هم عززوني وثقوا فيه عشان خطر اخسرهم ابلحهم تنين رباني ابلحهم بتاع فاقولك على تشكيلات تدريجيا من نسعة لحسب نسبك تمام يعني لو نسبك ايه تلعب بايه تمام حلو طيب لو انت اه على الله حكايتك المعدات بتاعتك ميكس ترسعك ميكس ترسع فخ حشود يعني مثلا نسبك مثلا خمسمية في الميكس حلو تجنب انك تعمل كومب ميكس تجنب انك تعمل كومب ميكس لازم تحاول على قد ما تقدر تلعب بالكمبات اللي هي بتعتمد على مشافر ثان او مثلا ان انت متلعبش مصفوفة ثابتة حلو او متلعبش متلعبش كومبات ميكس زي الستة سبعة ستة اه الكمبات اللي هي اللي هي مسلا التسعة ستة خمسة كومبات اللي هي فيها الرماعة عالية دي تجنب الكمبات دي لانها هتخسرك بذات لو انت هتلعب مصفوفة ايه رماعة تمام يبقى مثلاً نقول إنك تعال نشرح كده في صحة تحد النيران عشان الموضوع يبقى أبسط دلوقتي أنا عمال أخسر قدام الكمب ده مثلاً ثانية الكمب ده شوفوا هو حاطط مصفوفة مشاة أنا طبعاً ندخل مشاة بلصد طيب هنا هو معتمد على إيه؟ هو مش معتمد على المشاة هو مش معتمد على المشاة هو معتمد على الفرسان في الضربة بتاعته لو تلاحظين لو ملاحظين إن اللعبة حتى أدي بطل فرسان واحد واعتبر قول ثلاث أبطال رماة وبطل مشاة وحطى الوحش الفرسان ده الوحيد تمام؟ تمام؟ هتقول إزاي مش معتمدة على المشاة وهي حتى مصفوفة مشاة أبسطها لكم أنا دلوقتي أعدل على الكمب أنا هدخل نفس أو هدخل عليهم طيب نهض صفوف مشاة توقع هنكسب ولا هنخسر؟ أنا بقول إنا إحنا هنكسب لإن العش مصفوفة مشاة وبالتالي فرساني هتخلص على مشاته ورماتي هتدخل في حين إن فرسانه كسبت ثانيا يا ابني وقف يا ابني وقف عايزين الكمبل يا ابني اللي كان بقى؟ أنا على آخري أنا على آخري أنا على آخري دايب يا شباب عشان ما نطلعش برا موضوع الفكرة نفسها هتحاول على قد ما تقدر إن إنت في ساحة التنين تركز على الخصم وما ياخدكش الغرور يعني مثلا إيه؟ إنت مثلا معدتك أسطوري خرافي لقدامك أسطوري استثنائي ما تستقلش به وتقول مثلا إيه؟ ده نوب ده مع معداته أضعف مني فأنا هكسبه لا الموضوع مش كده الدنيا مش كده خالص تمام؟ فتحاول على قد ما تقدر إيه؟ تجمع ما بين الزكاء والتوقيت الصح الزكاء وإيه والتوقيت الصح؟ توقيت الصح إن هو إنت تختار الوقت المناسب اللي إنت تحشد فيه النوع المناسب يعني مثلا هتحشد صفر خمسة خمسة يبقى تحشد في توقيت معين تمام؟ توقيت إنت تختاره يكون توقيت الصح هو الأنسب زي مثلا إن إنت تلاقي اللي قدامك ما بيعرفش يلعب صح بيصد صفوف مثلا مرة تلاقي صدق صفوف مشاه مرة تلاقي صدق صفوف رماء صفوف فرسان أو ده تحشده صفر خمسة خمسة حلويات تمام؟ مثلا لقيت واحد كل لعب مصفوف مشاه تمام؟ ده أنا مش عايز أقولك إن البلاست الفرسان هي أنت فاهم هيهينه يعني بس طبعا في صحة التنين ممكن يغير المصفوف أو يكون ترك بس نطلوب منك إنك تلعب كومبات زي مثلا التسع اربعة سبعة تمام؟ وتتخلي بالك دايما تبقى صفوف رماء لأن غالبا لما واحد هيلاقي الرماء عندك أربعة هيحشدك فرسان فأنت خليك صفوف رماء عشان أنت عارف الناس اللي هي الكحيانة بتحشد دايما رماء يعني أنا مثلا في واحد كحيان أنا عارفه كان دايما عشان نسب عالية في الرماء لقيه بيحشد بلاستات رماء في ساحة التنين وبيتصد ولقيه يحشد تاني رماء طبعا أنت تصدت رماء بتحشد تاني رماء طبعا هو هيطلب تعزيز مشاه وهيصدق ما تتعبش مراجين أهلي يا أخي معاك يعني خلاص انت اتحشدت فرسان صدق هتحشد فرسان تاني يعني ما ينفعش الحمر يا جدع ما يوعش في البتاع مرتين فتلاقي الناس دي دي الناس دي اللي ممكن يفضل طول ساحة التنين بيحشدك نفس النوع ومش هيغير يعني خلاص حشد عليك فرسان عن Thats طبعا وإنتصدت هه هيحشد عليك فرسان تاني ويفضل يقول لناس فيله 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 ايه مش هيعرف تمام وتجي تقول له حشد ميكس تلاقيه حشد ميكس فعليا يعني انت بتقول له حشد ميكس على سني احشد كومب معين مسلا تلاقيه حشد ميكس فعليا يعني لو اخذ كلمتك كده يا جدعان يلا ستة 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 يلا بقي ميكس تلاقي الناس بعتله ستة 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 وميكس يبقى ودعك وتلاقيه داخل مرة صفوف فرسان مرة صفوف مشاة مرة صفوف روما ولعب يا معلم ويدعك في اي حاجة الناس دي حرفيا انت لو شفته في صاحة التنين بعد ما ادخلت في صاحة التنين تدخل للقايد بتاعك تقول لي بص الكائن ده مينفعش يبقى موجود معنا هتقول لي ليه بقى اقولك مينفعش يبقى موجود معكم لان ده ممكن مثلا في صدام الممالك الغرور والحماس ياخده ويروح حشد على واحد كحيان او ظنن منه انه هو اقوى منه ويصده ويصده انا اعرف ناس بتلعب في الصدام او الصدام دول واخدين وكأنه صاحة التنين انا كنت في حالف عربي حشد حشد فكنت انا تنين تمنمية والاوصادي فل فانا كانسلت فاجي في الشات واحد يقول ليه كانسلت ليه يا عام كانسلت ليه يا عام ده ضعف منك ولا انت خايف صدك كلامه كله نبع من حقد مش كلام واحد بيقول لك مثلا انت كانسلت ليه تقول له اول هام انا مش فل وهو فل واللي انت بتقول عليه اضعف مني وخش لففة خمسة ماكس والمعدات اللي هو حاططها دي لو خالد عليك تبقى انت عبيد المعدات دي فيك تمام والله تطلع فعلا ثلاث قطع بطل تمام قطعتين بطل خرافي واحدة اسطوري وهو فل كان ثلاثة تمنمية وانا دخل على ثلاثة تمنمية صعب ان انا طلعه تمام فييجي يقول لي انت ليه فكت ومش فكت تمام فالوات ده سبحان الله شفته كان حاشد هو كان حاشده بيوصل اتنين اتنين وخمسمية اتنين ونص بالزبط واللي ماسك ضده ماسك باتنين مليون تلتمية خمسة وسبعين طبعا من الطبيعي انت نفسك هتقول اكيد الاتنين مليون ونص هتطلعه البتاعدي عشان فيه فرق متنى الف وبتاع الاسف اتصد مع منظره مضحك تمام وانا ما يعني انا مش فاهم ايه اللي حصل انا عززته بجندي اختام رجع الجندي الاختام العبيط المضحك ابنكم شكار المضحكين زنن منو ان انا عايز اخد تقرير وخلاص يعني ان انا مش بساعده كده ان انا ببعتلي جندي اختام لا انت بتبعتلي جندي اختام لا انت مش مش جندي اختام ده جندي جسوس جاي الجسس علي او بتاع فالناس دي والله عايزين بيتعبوا نفسيا فانت فسحة التنين يا معلم تلعب زي ما قلتلك تسعة اربعة سبعة اه لو انت نسبك في المشافه فرسان عالية عالية يعني مقارننا بالرماه ممكن تلعب اه سبعة اربعة تسعة بس خغيل سبعة اربعة تسعة دي اه ما نصحكش ان انت تلعب بيه مصففوت فرسان نهائي لان مهم نسبك نسبك في الفرسان كانت عالية مصفوفة الفرسان مش مش هتنفعك لان آآ لازم تكون صحتك عالية يعني صحتك فوق الستمية او ستمية مسلا لو صحتك ستمية لعب مصفوفة فرسان عادي بس خلي بالك برضو لو القصادك داخل عليك تامنية تمانية اربعة وانت مصفوفة فرسان هي هيزعلك جامد يعني وبالذات لو انت نسبك اضعف منه يعني لو انت نسبك اعلى والله لو يعني انا كنت بجرب انا وشهابك احيان آآ وعمل لي كونتر وصديته اضعونك عشان هزعلان منك وبحبك وبحبك يلا لان ما كانش صح تعمل كده يلا لانا كنت يلا لما وشوك محتاج بقبعي يلا لانا كنت بديك قلبي يلا لانا كنت بديك قلبي يلا فده فرق ابحاس وفرق نسب وفرق حاجات كتير فاااااااااااااة والكومبات اللي انت تضرب بيها وما تتصدش منك اي كومب بتضرب به ما تصدش منك التسعة تسعة تسعة تنين التسعة تسعة تنين بتزدد الناس اللي بيمسكون اكتش دول على الله حكايتهم دول هتجلدهم به والصفر خمسة خمسة برضو لان هتلاقي اغلبهم يعني انا هحاول ان انا احشد بقلعتك كحيانة في ساحة التنين واخلي الموضوع بدل ما شغل يعني موسيقى وكده عشان فيه اخ جليل دخل قال لي ايه انت بتشغل بتشغل اغاني يا مسلم تم يلغي الاشتراك بحمد الله قال لي كده قال لي كده اه اه اصلا انا لما شغلت بشغل موسيقى في الخلفية اصبحته من الكفار والملاحدة نعم 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 هزا قوله الشيخ هب هبادون هبدون ابدا دا قال لي تم يلغي الاشتراك بصراحة اتقل بي كلمة 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 وحشة كلمة وحشة وحشة تخيل انا مش فاهم هو عايزة يعني ما علينا ده بوس انت قلت من نظري على ازاس ان انا كنت بقدملك توشيح احنا هنهزر مع بعض احنا هنهزر مع بعض ده بجد هنهزر احنا الساحة التنين اللي جاية بازن الله هصورها وميفوتنش فيها حاجة وهصورها بالصوت عشان يبقى الشرح افيد تمام ومنه تستفيدوا يعني تستفيدوا من الهابدي بتاعي الهابدي تاريخي يعني انا ما فهبتش وكل او خلاص انا كلها بداتي بتبقى موجهة لفئة معينة تمام فئة الهابادون للشرقيون تمام وان حد تلوقتي مش عارف افخخ باي حساب من حساباتي بسبب لطفي فكت الدرع عنه حوالي ثلاث ساعات جي واحد كحيان حشدني كنت خلاص اصد الحجد لقيت تنين بقرون داخل علي فرد فرسان وانا كنت صفوف مشاه ملحيتش غير مصفوف ولا اعمل اي حاجة ليت نفسه بدز بحط درع على طول ليت نفسه يعني تخيل واحد فول بطل داخل عليها فرسان اللي هو بص هي خلاص هيقضي على امالي روحت مضرع فخخة ببهجة جي واحد ستتطلع عني جي جنبي عمل ايموجي اللي هو ايه اللي هو ها 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 انت بتصور صح ها 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 هاها صباح الفول وحاطة موقع في العالم يقلك فخ خلاص فقلت خلاص كده روحت مدرع برضو بهجت وقلت خلاص هفخخ بعدين ومنه ايه هنزل مملكة فيها شوية عرب كده كتاكيد العرب دول انا مش نسيهم في طار بايت بينه وبينهم هنزل عليهم بس مش هنزل بيعني مش هنزل كده اللي هو هنزل افخخ لا انا هنزل اولع فيهم انا نازل ببهجة اولع فيهم فهمل لو ايه مش نازل خايف ان انا تحشد لا انا نازل اولع فيهم انا هبقى قاعد حشد هناك تبقى تخير بهجة هبقى قاعد حشد على الناس الكحيانة اللي هناك عشان ان احنا كحيانين نزل بعض ولازم نحس ببعض بس عندك التعليقات قول نفسك فيه الفيديو الجاي بس ما تقوليش كماننا بقى اقولك تحلم بيه تقولي كماننا ماينفعش وبس كده شباب شوفكم فيديو جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة